التوازن ما بين الدلع وتنفيذ رغبات الأطفال مشكلة كبيرة جدا جدا كلنا بنقع فيها لازم يكونوا عايين لأن تلبيت كل طلباتهم بدون تفكير من الممكن أن ينتج عنه طفل الأسف فاشل مش قادر أنه يتحمل المسئولية وده بكل تأكيد هيسبب له مشاكل في المستقبل أيا كان بقى يا بسانت في بيته وفي الشغل طفل شايف أنه مو دلال أي حاجة بيطلبهم بابا ومامته بتجاب على فكرة ده غلط جدا ومشاكل نفسي كتير قوي السؤال هنا بقى اللي دايما الأمهات يمكن بتسألوا إزاي نحق توازن في تربية أولادنا إزاي نقدر نعمل ده من غير لأنه دلوقتي مش زي زمان زمان ما إحنا لو كنا اعترضنا على حاجة ما كناش بشوف النور دلوقتي فيش الكلام ده يعني مش هتعرف تعمل ده إزاي يتعاملوا مع بكل العلم اللي وصلنا لي إزاي يتعاملوا مع أولادهم من غير ما يقولوا لهم لأ أدائهم بس في نفس الوقت مش هينفع يوفقوا على كل حاجة سألة كتير هنجاوب عنها بشكل مفصل وعلمي مع ضفتنا الدكتورة ماريب الشفعي استشاري التربية التربوي والمعالج السلوكي صباح الخير على حضرتك أهلا بيكم صباح النور أهلا بيكم يعني إيه ده لازائد؟ يعني النهار ده أنا بدلع ابني قوي خليني أقول كمان النهار ده فيه مفهوم جديد ومصطلح جديد اسمه التربية الإيجابية أنا النهار ده مش هينفع زي زمان أضرب أو أزع أو أعمل أي حاجة من حاجات ذي أنا لازم أفهم ولازم أوعي ولازم أشرح ولازم يبقى بالي وخلقي طوال إيه بقى؟ طيب الطفل المدلل هي فيه متلازمة فعل من نفس اسمها متلازمة الطفل المدلل عليه مجموعة علامات ده طفلي مش بيقبل كلمة لأ هو محور حياة البيت بيتطاول على بابا وممته من سنه صغير قوي قديا لا أربع وخمس سنين رغباته متحققة دايما ده اللي هيرمي نفسه لو ما جبتلوش اللعبة اللي هو عايزها في مول أو في سوبر ماركت كل الأطفال كده يا دكتور بجد كل الأطفال كده بس فيه ولد بيدغط عليكي وانتي هتنفذي عشان شكلي والقعدة والناس والمول واصحابنا وكده في سن المراهقة دول اللي بيعملوا معنا إيه؟ أنا مش رايح المدرسة مش رايح اللي امتحانيه من اللي امتحان الصبح مش رايح البطولة غلّة وجبتولي كذا وفي دخلة الجمع أنا مش هدخل الجمع غلّة وجبته كذا غيرته تليفون جبته عربية جديدة أي مكان طب البيت ظروفه ما تستحملش ده هو ده اللي هيحصل طفل غير تنافسي طفل عنده مشاكل سلوكية كتير في المدرسة هو وإخواته لا هو هو والعيلة لا هو ماما عيانة أنا مليش دعوة أنا مش هخدمها أنا مش هعط في البيت أنا مش هفوت أي حاجة تخصي عندي مجموعة سلوكيات بتتجمع في الطفل المدلل جوه البيت والمدرسة والنادي زي ما قلته أه جوه البيت والمدرسة والنادي طيب يا فاندب أنا يعني وأعتقد أن كلنا بمفكر كده يعني أنا عايزة أذلع ولادي في حياتي حدي ضمن عمره لكن عايزة أذلع ولادي يعني أحرمهم من حاجة ليه لو أنا قادر أن أعملها ده سؤال مهم صح عشان هم يطلبوا حاجة أنت بش قادر تعملها قدام بالضبط دي إجابة واضحة جدا طب صاني يا فاندب أنا توجه بالأسئلة في فرق بين حاجتين في فرق بين الحب وبين الدلال المفرد كلنا بنحب أولادنا كلنا بنحب أولادنا وأنا بربي أنا محتاج أعمل مكس ما بين الحنان والحزم أنا بدي أحضان بحتوي بشرح بقول كلام بقضي وقت إيجابي بلعب معيهم بتقبل اختلافاتهم كل ده حب لكن إننا كل طلب يبقى مجام ده دلال زيت إنه أنت أهم من البيت كله ده دلال زيت إنه يتخاني عشان ماما النهاردة ما عملتش الأكل اللي هو عايز وفع عقابا أنا مش هاكل وهطلب أكل من بره عقابا آه مش هاكل وماما بتتأثر جدا وبعد كده ما بتعملش الأكل غلما ترفع سماعة التليفون حبيبي عايز تأكل إيه النهار طب ما مش عيب يا دكتور بصراحة أسأنا هقولي حديك على حاجة إحنا مثلا نجيل اتربة على أنا بحبش الألقاس بأكل ألقاس سوا في ألقاس النهار طب أنا ما بحب مش عايز أكله ما كانش فيه بقى ساعتها فاست فود ودليفري وبتاوح صغارين في فرق بين حاجتي بين أن أنا أسألهم حابين تأكلوا إيه الإسبوع ده وبين أنه يعاقبني أنا هطلب دليفري واتفاجئ إنه الدليفري على الباب وأنا مش عارفة ده عقابة لأن أنا طبقة أكله هو ما بيحبهش هو ده الفرق هو بيعاقبني أو بيضغط علي ولا بيقولي أنا محتاجده لو أنا اتخذت نمط أنا كلنا عايزين أدلع ولادنا آه بس هاجي في وقت معين زي ما قلنا 14 و 15 سنة أنا مش هقدر أقاف قدام الطلبات طيب خلينا نبدأ في السن اللي هو 4 و 5 سنين إزاي يرفض له حاجة طريقة الرفض إزاي 4 و 5 سنين ده إحنا بنعمل اتفاقات إيه اللي مسموح وإيه اللي مش مسموح هنجيب إيه ومش هنجيب إيه وأنا عارفة إنه هيدغط علي عشان فيه حاجة اسمها متلازمة الطفل الزنين هما ما عندهمش حساسية تجاه تكرار الكلام إحنا بعد ثلاث مرات يا خد يا هسرخ هو ده لن هعمله في الغالب هقول خد عشان أنا معي التليفون لا هتفاش محدش هعرف لطريق أو هتفاش أوكي دول رجالة هيبليلوا إحنا عادي أمهات أوكي والله هتفاش محدش هعرف لطريق لسه وصلتش للمرحلة فهعمل إيه هتزيله اللي هو عايزه أنا محتاجة يبقى عندي صبر طويل قوي إلي مش مسموح تليفون هيقعد عليه أربع ساعات حلويات أوبر اللي احنا اتفقنا عليها دخلنا مول ولعبة غالية قوي أنا مش عاملة حسابها طب هاي عايز هايزن أنا هنزل لمستويه هقول له احنا متفقين على واحد اتنين تلقية هاي عايز هاي عايز خمس دقيق عشر دقيق وبعد كده هقول له يلا عشان هنتحرق لو أنا خدت خطوتين هو هيتحرق ولا لكن لو أنا أول معي اتجريت عشان الناس وشكلي وجبت اللي هو عايزه أو قعدت عيلة أنا هسمع فيها انتقادات حرم عليه كده طفل صغير حاجة صعبة قوي يا جماعة الناس اللي بتتدخل في تربية الأطفال وكأن يعني كابنهم مش ممكن آه ليه كده اديه الكيك اللي هو عايزها طب هو أكل سكر الصبح ما حدش بيفكر في كل ده فأنا خبطت كل القواعد اللي أنا عايزة ازاي يا دكتور عارفة أهم حاجة إيه بجد يعني أنت النهاردة كأم عليكي مسؤولية كبيرة أو أنت تسكتي الناس اللي بتتدخل في تربيتك وتسكتي الطفل اللي بيزن وتسكتي 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 تسياجاتك إحساسك اللي جواك أنت تسواطي فعلا ازاي أقدر أسكت الناس اللي بتتدخل في التفاصيل التربية بالذات يعني سيبك من في حاجة صغيرة مش مهم أنت لازم تبقي برضو خلقك واسع شوية لكن بعض الناس بشوف حتى مع صحباتي اللي بولادهم كبار حرام عليكي متسبيهم وهي بتربيهم يعني هي بدون دوقتي حالا بتربيهم إزاي النهاردة أحمي نفسي من ده وسكت الناس بتتدخل في الحاجة المشكلة الحقيقية في اللقطة دي إن أنا الكلام ده بيخبطني من جوه قوي عشان أنا مهزوزة يعني في حاجة أنا اللي مخبوطة فيها ثقتي في نفسي هل أنا اللي بعمله ده صح ومناسب ولا لأ فالكلمة بتيجي بتوجع أوفر الطبيعي لو أنا عارف أن اللي أنا بعمله ده أنا واخدب لي منه وعارف أنا بعمله ليه تأثير الكلمة هيبقى مش عالية قوي علي بلس أن أنا هرد رد شيك وسط القادة دي والله شكرا يا طنت شكرا يا ماما حبيبتي شكرا بس إحنا متفقين مع بعض على كذا الجملة نهت الموضوع حلوة إحنا متفقين مع بعض على كذا هو عارف أنا بيني وبينه إيه إحنا عملنا الصبح كذا فأنا هقفل دايرة إن الناس هتدخل طول الوقت الطفل المدلل في الغالب هو صناعة أب وأم اتعرضوا لحاجة وهم أطفال إحنا عايزين أولادهم يحسوها إحنا كل إله بنحاول نصلح على أؤدنا اللي حصلت لنا بنحاول نصلحها على أولادنا فيه طفل داخلي جوه اتحرم من حاجة مش هننكر ده أبدا اتحرم بقى من اهتمام من تلع زيادة من اللعبة كان نفسوا فيها من مصاريف أوفر من 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 بيحققها في أولاده عشان هو مش عايزهم يحسوا المعنى اللي هم حسوا عشان كده بنقول كل أب وأم محتاجين يشتغلوا على نفسهم الأول يتجردوا من المشاكل دي احتياجاتهم النفسية أيوة الخير ملباء اللي مسمع معاهم لحد النهاردة الأم اللي كان نفسها تلعب رياضة ووقفة أتلى أولادها رياضة وهم إمكانياتهم مش في رياضة ممكن تبقى في كورسات معينة في أي أمسطة في رياضة في رسم بس أنا مصممة يطلع بطار رياضي أنا عندي حاجة بتاعتي جوة أنا هظهر بيها قدام الناس لما أبني حقق ده إحنا محتاجين نتخلى محتاجين نتخلى عنده طب هل ينفع أرفض لبني حاجة من غير ما أقوله السبب أنا مع جدا إن أنا أقول إنه ده مش مناسب دلوقتي أنا بالنسبة لي ده سبب كل ما الولاد بيجبروا عمر ببدأ أشارك أسباب أكتر يعني لو بابا عنده مشكلة في شغله بينقل من شغل للشغل إحنا عندنا أزمة مالية معينة لقدر الله حد تعبان في العيلة فإحنا حطين إفورد في ده قوي والولد 12 و13 و14 لا ده هايل جدا إن أنا أعود وناقش وهو يبقى حاسس بينا فكرة إنه لأ 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 الولادة هيتأثروا لأ الولادة هيتأثروا وأنا مطلعهم بره الدائرة دي طول الوقت هيخلي طلباته أهم من كل البيت عكس الانتقادات الموجهة عشان فيه تريند عالي قوي إنه التربية الإيجابية واللي عملته فينا التربية الإيجابية أصلا هو منهج بيدعو للحنان والحزم مع بعض إنه لأ هتقولي كلمة لأ الولاد اللي ما سمعوش كلمة لأ خالص في المدارس لما بيسمع كلمة لأ بيتخانق الأباء والأمهات دلوقتي عندهم إحساس إنه المدرس ده هيدي لأبني درس الولاد لازم يرجع مبسوط طب إزاي يرجع مبسوط لأ هو لازم فيه جهده هو هيبزله صحيح فكرة إنه مبسوط ووسعيه طول الوقت لما بنيجي نطلع كمبات تخيم مع الولاد وبنقول إنه إحنا هناخد منهم التليفونات المفاجأ إنه كل الأهالي ما بيقولوش لولادهم ونتفاجأ إنه هما جايين ما يرفوش المعلومات زي طب ليه أصلا إحنا مش هنقدر نقول لهم لأنهم مش هيجوا مش هنقدر نقول لهم دي العلامة اللي بتقول إنه هنا فيه إنذار أنا مش هقدر أقوله ليه مش هقدر أقوله لأ يبقى أنا عودته إنه كل طلواته مجابة هنا فيه علامات إنذار ففيه فرق هد حنين وحب وحتواء لكن مش كل الطلوات مجابة عشان هتطلع علي أنا أقوله طب أنا هنفع أقوله لأ لمجرد إنه أقوله لأ عشان أعرفه إنه مش كل حاجة آه أنا ما عنديش لأ من غير السبب أنا ما عنديش مانع هي عايزة تخرج مثلا النهاردة وأنا ما عنديش مانع بس أنا هقولها لأ لمجرد إنه أنا إنه مش كل حاجة آه هل ده ينفع؟ ماشي ما هو لأ دي ممكن تبقى يعني في المطلق أنا قررت لأ من غير أي سبب خلص ممكن أبقى مش قادر أنزل ممكن يبقى المكان ده مش مناسب ممكن يبقى البقاته متأخر لا أنا مش بكلم في كده ما فيش أي موانع ما عنديش أي سبب بس المجرد إنه أنا مش عايز أعود إبني على إنه يبقى مدلل وكل حاجة آه طب أنا عكس ده طب أنا لما أقول السبب هو هيتعود طالب في مدرسة أنا محور الخون أنا ما ينفعش يتقلي لا لا عادي أقول لها سبب لكن مش عايزين تدخل حتة يعني أحيانا بيزهر نمط تربية وإحنا بنربي الولاد كده في سنة إزلال إنه لأ هو أنا قلت كده يعني كده وهو ده اللي هيمشي ما هو إحنا برضه مش عايزين يا ساتر يا رب أيوة دكتور إزاي النهاردة أبني في ابني أو بنتي استقف نفسهم إن هم ميقارنوش نفسهم بزميلهم ما عرفش ليه إحنا جلنا ما كانش كده يعني ما كناش بنقارن قوي ببعض يمكن عشان يعني أولاية القوي ما كنا بنقارن صاحبتي جابت أنا عايزة أجيب زيها بجد أو معرفش يعني أنا كنت كده ليه النهاردة بنشوف المقارنات دي أو هالسوشيال ميديا مثلا هل المزار مثلا المدية ببن أكتر على الناس أنا ما عرفش إلي حصل لكن النهاردة إزاي أخلي ولادي واثقين في نفسهم لو عايزين تلوبوا طلب يقولوا لي أنا عايزه بس مش عشان صاحبي عايزه أو صاحبتي عايزة إزاي أبني السقة دي إحنا عندنا حاجتين عملوا ده طبعا إمبهار السوشيال ميديا الغير عادي الولاد بقى لهم أربع شهور نايمين فوق واضهم مسكين التليفونات بيتفرجوا على ريلز وفيديوز لحياة مبهرة طول الوقت وممتعة طول الوقت ما فيهاش أي مجهود فأنا عايزة أبقى زي فلان بس من غير مطعب إحنا بقى إنا عايزين نبقى زي فلان ما هو المشاهدة المستمرة زيها تخلينا عايزين نبقى زي فلان خلاص وفيه نامط تاني إنه أنا كأم وأنا بربي شاورت طول الوقت ولا تخلتك رايحين عند مين هتلبس المشعار في إيه لا استنى لما نجيب المركة الفلانية عشان رايحين المكان الفلاني أحيانا بقى أنا اللي عملته وأحيانا قعدتهم طول الوقت على المشاهدات وعدم ربطهم بالحياة على أرض الواقع لا ينزل وتعب وتعامل مع الناس وجرب تترفض وجرب تتقبل الطفل المدلل طفل بيتحرك من إنه متشاف طول الوقت بصورة معينة فلو هزيتي الصورة دي أو قلتيله لأ هيدغدغ لنا البيت في سن 15 و 16 هيخرج ويسيب البيت هيقف قدامك هيقولك مش رايح امتحان وهتتفاجئ إنه نازل من البيت وما دخلش الامتحان عشان يوجعك فهنا محتاجين حاجتين إحنا حطينا ولادنا جوه الوهم طول الوقت هي الحياة شكلها كده حبيبي وهي مش شكلها كده إحنا كلنا وإحنا بنشتغل وبندرس طعبنا وإحنا بنقدم على شغل اترفضنا مرة واثنين وتلاتة هم مش متعودين يترفضوا الأول ما ينزلوا يحطوا رجليهم على الأرض حجم المشاكل النفسية اللي هيتعرضوا لها ما هو خلاص ما فيش بابا ما فيش وسطة في التمرين وما فيش هدخل الفرقة الفلانية عشان بابا تحرك وعمل شوية اتصالات الدلع اللي كان موجود في الأول مش موجود دلوقتي هروح تخانق في المدرسة فأنا محتاجة حطه على أرض الواقع طب هل ده صعب؟ لا فيه تجارة وفيه أنشطة وفيه رياضة وفيه علاقات اجتماعية وفيه أكتفة زي لو كنتوا بتتكلموا عليها دي موجودة لسن أصغر الولاد بيلمسوا بيها الحياة دي مهمة أول طيب إحنا ليه دايما عندنا دلع للطفل التاني يعني ليه دايما للطفل التاني ده بياخد دلع يعني الأولاني كده بنبقى إيه بنستعدله لا إحنا هنربي ونقعد نحط في قواعد وفي قيود ونشد عليه جامد جدا عشان عايزين نربيه ويطلع كويس وبنسمع ونشوف فيديوهات وبنعمل كل ما بغلنا فيه نيجي بقى عند الطفل التاني الدنيا بتريح مننا فيتدلع ده ليه وتأثيره إيه بقى على علاقة الأبناء ببعضها وتأثيره عليهم كمان هم الاثنين في المساعدة بس ذات بقى له بنت الكبيرة وولد صغير احنا عندنا صوت كأباء وأمهات إن الولد الكبير ده اللي كنا بنجرب فيه بنجرب فيه كل حاجة احنا ما كناش جاهزين ليعني إيه تربية أصلا فإحنا كنا بناخد معلومتين من هنا وبنجربهم بنسبة كبيرة لما بيوصل كده لعشر سنين أنا ببدأ أشوف الأخطاء اللي عملتها فبقى بيجي الطفل التاني بقى أنا عندي صوت زنب بتاعي أنا كماما ما تفلحتش معي إن أنا ما كنتش عارفة ما كنتش فهمة فبيجي الطاني ده بقرر أعمل عكس اللي عملته مع الأولين عكسه تماما خالص من أقصى اليمين لأقصى اليسار طب أعمل إيه بقى فبتبدأ الناس تسرخ بقى على السوشيال ميزا زي ما بنشوف تربية الإجابية واللي عملته فينا الاحترام واللي عمله فينا زي ما أنا كأب اللي دقته وأنا صغير بقى فيه صوت جوه بيقولني أنا مش عايز أبني دوق فعملت العكس تماما وفي الآخر موصلتش اللي اتنين غلط اللي اتنين غلط هو يعني حتى دينا يقولك إحنا دين وسط يعني لازم نبقى بنعمل كل حاجة بوسط يعني ولا الدلع قوي ولا الشدة قوي ولا إن إحنا نسيب الدنيا قوي ولا إن إحنا نقفلها قوي بس تركزوا مع أولادكم لأنه الموضوع محتاج تركيزه الموضوع صعب ربنا سبحانه وتعالى هيحسبنا كلنا عليه أرجوكم إدوا وقت ليهم حتى لو تعبنين في الشغل ورجعين وعايزين بس تقضوا وقت شوية مع نفسوك أو غير زن من غير وجع الدماغي لكن ربنا سبحانه وتعالى بجد هيحسبنا على أولادنا لازم نديهم من وقتنا ومن حنيتنا ومن فلوسنا من كل حاجة عشان خاطر هم دول الاستثمار الحقيقي وهو ده الاستثمار الحقيقي اللي هيعود لنا إن شاء الله دنيا وآخرة نشكرك يا دكتور دكتورة ماريب الشفعي استشاري تربية الإجابية كل شكليك يا فرد نورتين يا فرد مرسي شكرا